اتنين وستين نبيل معلول واحد من المدربين الوطنيين الوعدين جدا في الكرة التونسية بالمناسبة التراجي رجعه السنة دي في يناير 2012 التراجي كان جاب ديكاستال السويسري اللي اشتغل في تونس واشتغل مع الزماني 2011 فاضطر يستغل عنه بعد كده ويرجع نبيل معلول نبيل معلول على قنته ولعيب دول كبير واحترف في هنوفر الالماني ومحل الرياض كبير في قناة الجزيرة وقبلها في الارت له تجاربه التحليلية كواحد من خبراء الكرة الوعدين جدا لكنه صدم جماهير التراجي مرتين نتمنى ان شاء الله التالت تكون مع الاهلي صدمه مباشو هندس لما بدأ طبعا حياته مع التراجي ناشئ في مدرسة الكرة في التراجي لعب في نادي التراجي لغاية لما احترف في هنوفر الالماني ولما رجع رجع لعب للبنزرتي التونسي وانتقل ليلعب للأفريقي التونسي المنافس اللدود وده الاهل والزمالك يعني قبل الضبط التراجي والأفريقي في تونس ربما الفرق في الشعبية بينهم محدود جدا يعني ما تقدرش تقول مين صاحب الشعبية لعلى الاتنين قمة كبيرة جدا في الكرة التونسية فنبيل معلول انتقل بعدما لعب للبنزرتي للأفريقي مش بس كده لعب للأفريقي وحق معه بطولة وبعدها احترف في الدور السعودي ولما اختتم حياته التدريبية اشتغل معه رجول المنتخب التونسي وساهم معه في فوس تونس بكأس الأمم الأفريقية الفين واربعة لكن رجع يصدم جماهير ترجي انه يتولى تدريب الأفريقي ويحق معه بطولة الدوري ويعلي قيمة النجمس لأفريقي التونسي ودرب طبعا اكتر من نادي تونسي لغاية لما الترجي ادرك قيمة نبيل معلول التدريبية وزي ما صدم جماهير الترجي وهو لعب ورح لعب في الأفريقي ثم صدمهم تاني لما درب منافسهم اللدود في تونسي الأفريقي وحق معه البطولة المحلية رجع يرد الجميل الكبير للترجي له لما تولى تدريب الاتداء من 2010 ويبدأ يسعد جماهير الترجي سعادة كبيرة جدا ويحق معهم ثلاث بطولات يجيب الدوري مرتين ويجيب كاس تونس ويفوز بدوري أبطال أفريقي المسلم اللي فات فالحقيقة مدرب مسيرته رغم قصارها الزمني لكن فيها نجاحات كبيرة جدا مع أنه مدرب الثاني أستاذ إبراهيم رغم قصارها الفاني عامة الإنجازات أنا بيعتبرها صعبة جدا 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 وهو مدرب رائع جدا 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 وشخصية رياضية محترمة جدا 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 اللي كنت